يتعدد الطغاة لكن أسلوب الدكتاتورية واحد اعتقالات في الظلام وجوه مقنعة لم يسلم من شرها لا مؤيد ولا معارض لا نساء ولا شيوخ بل طالت حتى الوزراء ظلم وتعسف سلط على القريب قبل البعيد والصديق قبل العدو والوجهة سجون سرية في المنطقة الشرقية معقل ما أطلق عليه ثورة الكرمة التي تشدق بحرياتها وإنجازاتها هي فضيحة قديمة جديدة رواها أبناء ومشائخ قبيلة الحاسة الذين ذاقوا من كأس طغيان حفظر مرتين الأولى كانت حادثة اختطاف مقبول الحاسي المعلمة ذات الواحد وسبعين عاما في الرابع عشر من أكتوبر الماضي على يد عصابة مسلحة ترتدي لباس قوات الصاعقة بحسب شهادة ابنها لاعب نادي الناصر أحمد الحاسي أما الأخرى فتعود لوزير المالية بالحكومة الموازية كمال الحاسي الذي غيب في مكان غير معلوم من قبل جهة غير معلومة ودون توجيه أي تهم بيانات الحاسة الداعمة لميليشيات حفظر والتي فوضت ديكتاتور الرجمة في أكثر من مناسبة لم تشفع لهم عنده كغيرهم من من ضحوا بأبنائهم في سبيل مشروعه الباحث عن السلطة في المنطقة الشرقية ليستفق بعضهم في أواخر الليل وفوهات البنادق مسلطة على صدورهم ويقتادون إلى مصيرهم المجهول في سجون حفظر التي لم تعد سرية كما كانت هذه الممارسات تم فضحها في أكثر من مناسبة وأبرزها نقلا عن إحدى المحاميات في بنغازي والتي استلمت عدة قضايا إخفاء قسري واعتقال تعسفي دون تهم تذكر أو محاكمات عادلة مفارقات لا يمكن فهم فحواها فمن جهة تعرض ميليشيات حفتر على شاشاتها مظاهر الأمن والأمان منتقدين ما يسمونه ميليشيات في طرابلس في حين أن حيز التعبير عن الرأي في العاصمة فاق بأشواط ما يزهو به الناس في بنغازي من حرية وأمان لكنهم معذورون فأذرع الجلاد طائلة وكل معارضة أو تمرد على الوضع يقابل بمصير مقبول الحسي وسهام سرقيوة وغيرها من ضحايا الميليشيات الحقيقية ترجمة نانسي قنقر